ازايكم يا جماعة معاكم احمد ودي قناة ابو العبقرة النهاردة تمت اكبر عملية اسقاط جوي في التاريخ كله كل الناس الحمد لله استلمت العملات بتاعتها والنهاردة اول ما فتح الماركت بسعر عملة الهامستر نزل بزيرو بوينت زيرو اتناشر وبعد كده طلع لزيرو بوينت زيرو اربعتاشر وبعد كده نزل لحد ما انا بكلمك دلوقتي هو سعر العملة زيرو بوينت زيرو زيرو ستة طبعا كان في فقتين فئة شايفة ان ده السعر حلو وفئة شايفة ان ده سعر وح انا من الناس اللي كان شايف ان ده سعر حلو يا جماعة مقارنة بعدد الناس اللي استخدمت العملة عدد رهيب عدد مهول ما حصلتش في التاريخ قبل كده وسعر العملة ينزل برقم زي ده مرضي الى حد ما لكن اللي مش مرضي بالنسبة له هو مين اللي كان متوقع واللي كان معالي سقف وطموحاته او ان هو هياخد الوفات وهيبقى مليونير ويجيب عربية ومش عارف ايه لا الموضوع ما بيتحسبش كده لكن عايز اقول لك اذا حضرتك احتفظت بالعملة ومش هتباعها ومش بتفكر ارتباع دلوقتي فانا حب اقول لك ان انت كده واحد من ده من الناس اللي كسبوك من الارد رب ده فعلا انا واحد من الناس ما بيعتش العملات بتاعتي ويوم ما ما لاقي مسلا السعر على شوية او حاجة تكون مردية ليه هبيع النص زي ما كنت قال للشباب ما عندي في الجروب اللي هم كانوا حابين يبيعوا قلت لهم اللي عايز يبيع يبيع بس يبيع النص بس ما حدش يبيع اكتر من النص وفر بقية العملات بتاعتك يا جماعة احنا شفنا على مدار الفترة دي او على المدار التاريخي اللي احنا عاي ان العملات اللي بتنزل او ما بتنزل بتنزل بسعر عالي وبحكية بتقع في الارض خالص بيجي عليها وقت وبتطلع في السماء انا مستني فوصة زي كده لما بيجي لعملات هدية ما بدفعش فيها فلوس بعمل كده دي نقطة النقطة التانية اللي زعلان ما يزعلش دي لسه المرحلة الاولى فقط لو حضرتك تلاحظ اصلا انك هتلاقي في البوت عندك في الهامستر هتلاقي ان لسه فيه اصلا عندك عملات ما تصرفتش العملات دي هم حطنها للاستثمار وانت كده كده هتاخدها وعليها كمان زيادة لما تيجي حضرتك تشتغل في السيزن تو في الموسم التاني طبعا اغلبية الناس مش هتكمل للموسم التاني براحتك انا واحد ابتدأت المشوار وهكمل الطريق للاخر هاحضر معهم سيزن تو وسري وفور وهاحضر معهم للاخر خالص طول ما البود ده شغال طول ما هو هيطلع لي فلوس لازم تحط في اعتبارك حاجة زي كده انت ما بتدفعش حاجة ولكن طبعا الموضوع لما انتهاش لحد كده انت من دلوقتي لحد قدامك ستة او سبع ايام كمان تقدر تز تزود العملات بتاعت الهامستر بتاعتك وده طبعا من موضوعنا هشرح لك النهاردة بالشراكة مع محفظة تقدر ان انت تعلي العملات بتاعتك كمان يعني مسلا لو انت جالك الفين خمسمية او جالك عشر تلاف عملة في حاجة هشرحها معك دلوقتي وتقدر تعلي بيها وتزود بيها لعملات بتاعتك دي لو حتى بالنسبة صغيرة في الاول وفي الاخر انت المستفد وقبل ما ادخل معاك على الشرح بتاعة النهاردة تقدر انت تعمل فلوس حقيقية بقى تخدها وقت كده يعني تشتغل وتاخد الفل كتير هتلاقيني سايب لك الفيديو بتاع الشرح موجود في سندول وصف خش وفهم الدنيا ماشي ازاي ولو حابب يبدأ اشتغل طلع لك فلوس وقتي على طول يعني. والمهم قبل ما نخش على الشرح العملي كل الروابط اللي انت محتاجها هتلاقيها موجودة في سندول وصف ومن ضمنهم اهم رابط هو رابط قناة التليجرام اللي بنزل عليه الاخبار حصرية وكمان هتلاقيني سايب لك رابط المشاركة في تمانين مليون عملة هامستر خلال موجودة برضو في سندول وصف وهتلاقي برضو رابط التسجيل بتاع الاوكي اكس موجود في سندول وصف. جمل معي الشرح للاخر عشان تفهم وتعرف انت تعمل ايه. ويلا بينا على طول ندخل على الشرح العملي. طبعا هتلاقيني سايب لك رابط المحفظة موجود في سندول وصف. اول لما تيجي تدخل عليه هتظهر لك الوجهة بالشكل ده. والحاجة طبعا هتقول له ان انت هتعمل ساين اوب انت لسه ما عندكش حساب. او لو انت عندك حساب برضو كمل معي عشان تعرف ازاي توصق المحفظة بتاعتك. لو انت ما عندكش حساب هتدوس على كلمة ساين اوب. طبعا لو انت موجود في بلد تانية تقدر تغيرها. او هو ممكن يجيب لك اوتوماتيك البلد اللي انت موجود فيها. بعد كده تدوس على المربع ده انت يعني قريت الشروط والكلام ده. وبعد كده تدوس على نيكست. بعد كده هنا بيجيب لك آآ رسالة بيقول لك لازم الاي دي اللي انت هتعمل بيه ت سجيل زي مثلا جواز سفرك الرخصة الاقامة او البطاقة بتاعتك. لازم يكون متوافقين مع البلد اللي انت بتعمل منها توصيق. يعني لو حضرتك عايش في مصر فلازم يكون معاك آآ جواز سفر او يكون معاك رخصة البلد اللي انت فيها او البطاقة بتاعتك. ولو انت مقيم في بلد تانية بيبقى بالاقامة بتاعتك بتاعت الهوية الاقامة الهوية دي او بجواز السفر. يعني في كل تالحالات جواز السفر هو بيمشي على كل الحاجات. ولكن طبعا انت المتوفر عندك تقدر تستخدمه عادي. بعد كده هنا هيقول لك دخل الايميل بتاعك او تسجل عن طريق جوجل بالايميلات المتسجلة عندك مرة واحدة. لك بعد كده اه زي بازل كده تجيبها على اليمين طبعا عشان يتأكد ان انت انسان مش بوت. بعد كده هنا هيقول لك دخل اه رقم تليفونك. بعد كده هنا هيقول لك كريت باس كي. كريت باس كي ده اللي هو انت تعمل باس وورد يعني او تدخل يعني عشان بعد كده ما تجد تفتح الابليكيشن بيطلب منك باس وورد اللي انت طبعا بتحطه عشان يعني ما حدش يسرعه. او تعمله بالبصمة. هتدوس على كونتينيو. هنا انا اخترت وسيلة الدخول ان انا ادخل بالبصمة بتاعتي. فبدخل بالبصمة. بس كده خلاص انا عملت المحفظة. طيب خلينا دلوقتي ندخل في المهمة وندخل على ازاي ان احنا نوسق المحفظة بتاعتنا بالهوية. هاجي فوق خالص عند المربعات اللي موجودة فوق دي. هلاقي ان الايميل بتاعي هو موجود ومكتوب عليه يعني غير موسق. فهوصقه ازاي? هدوس على كلمة وبعد كده هنا بيقول لي عشان توصق المحفظة بتاعتك محتاج حاجتين. اول حاجة اللي هو ان انت محتاج الهوية بتاعتك زي ما قلتلك. وان انت تاخد عشان يتأكد ان هو هو طبعا نفس الشخص. وتاني حاجة اللي هي المعلومات الشخصية زي مثلا العنوان المنطقة اللي انت عايش فيها. حاجات طبعا لازم تتعامل على اي محفظة عشان خاطر يعني ده بيكون طبعا امان ليك يعني. فهندوس هنا على اول حاجة هنا بيقول لي يعني اختار نوع الاي دي اللي انت عايز توصقه. فباجي هنا على الاي دي طيب. ادوس عليها. بيجيب لي الحاجات المتاحة. فيه اللي هي اللي هي رخصة السواءة. تاني حاجة اللي هو البطاقة بتاعت حضرتك. جالت حاجة اللي هو الباسبور بتاعك. لو انت عندك باسبور. انا بالنسبة لي هوسق بالباسبور. فهدوس هنا على باسبورت. ودوس على نيكست. بعد كده هنا بيقول لي انايب الكاميرا بريميشن. يعني افتح الترخيص بتاع ان احنا نفتح الكاميرا. يعني ان انت تتصور. فعادي اما تعملش اي حاجة انت بس تدوس على كلمة كونتينيو. بعد كده هنا هيقول لك هل تريد استخدام الكاميرا. فبقول له اه. كده هنا بيقول لك خلي الباسبور بتاعك جاهز عشان تصوره. فهدوس هنا على المربع ده. بعد كده دوس على كلمة بعد ما خدت طبعا صورة الجواز الصفر بتاعي. قال لي تمام. بعد كده بيقول لك جاهز نفسك عشان تاخد سيلفي. وبعد ما بتعمل نيكست وخلاص كده انت عملت كل الخطوات. هيقول لك استنى آآ دقايق. بعد الدقايق هيجيب لك وعليه علامة الصح. كده انت وصقت يا بشب في اقل من دقيقتين. وجيت رجعت تاني على الصفحة بتاعتك. هتلاقي فوق ان انت بقى عندك موسك. خلاص كده انت عملت الكي واي سي. كده انت معندكش اي مشكلة ولا عندك اي حاجة تانية. طيب تاني حاجة ايه? تاني حاجة هتلاقين يسايب لك رابط الحملة اللي معمولة على الهامستر من خلال الاوكي اكس. برضو موجود سندول وصف. لما تيه تدخل عليه هيدخلك على الحملة مباشرة. احنا هنشتغل على الحملة اللي هي فيها توزيع تمانين مليون عملة. التمانين مليون عملة دول هيتقسموا على فئتين. فئة من الناس اللي هتدخل بمية دولار اللي هم اللي لسه مسجلين جديد. اللي هم ما عملوش اي عملية تداول قبل كده. اللي هو بنسبة كبيرة هيكون حضرتك. والفئة التانية اللي هم كانوا مسجلين قبل كده او اللي عملوا عملية تداول. ودول محتاجين ان هم يشاركوا بتلتمية دولار. طيب احنا ممكن نعمل حاجة. ازا حضرتك اصلا كنت من الناس اللي استقبلوا عملات الهامستر على الاوكي اكس هنا. فانت تمام ما عندكش مشكلة لو انت مش واصل لقيمة المية دولار ممكن تزود عليهم عادي ما فيش مشكلة. ودلوقتي على فكرة انسب فرصة لك ان انت تعمل الحركة دي لان سعر العملة دلوقتي عمال ينزل. ودي حاجة طبعا في مصلحتنا احنا كلنا كمتداولين. ان احنا كده بنشتري سعر العملة بسعر قليل ولما بتطلع بنبيع وطبعا احنا بنجون كسبانين غير الهدايا او الايردروب او التوزيع اللي انت هتاخده من محفظة الاوكي اكس على الحركة اللي انت هتعملها دي. اخدت بالك انت مستفيد من نقطتين. نقطة التداول ونقطة الهداية. طب الهداية دي لاي حد? اه اي حد هيشارك هياخد الهداية دي. يعني اي حد هيشارك هياخد العملات. بس طرحا مش التمانين مليون انت تاخد جزء منه. زي ما قلت لك انت لو قريدي جات لك العملات مسلا على محفظة تانية عادي ممكن تحولها على محفظة الاوكي اكس وتبدأ تشتغل. لو انت قريدي على محفظة الاوكي اكس وفضل لك حاجة بسيطة اشحن وكمل يا باشا انا بقول لك اهو. اشحن وكمل واشتري العملة او اشتري جزء من العملة دلوقتي وهي سعرها قليل. طيب لما تيجي تدخل على الحملة اول حاجة هتعملها هتدوس على كلمة جوين. وخلي بالك الموضوع ده فضله سبع ايام وتسعتاشر ساعة. لو انت حضرتك من الفئة اللي هي امومية دولار. هتبقى في الخانة الاولى دي. اول حاجة في هتدوس على هتدوس بس على الخانة اللي هتبقى موجودة هنا. وبعد كده هيقول لك اعمل عملية الاداع بقيمة المية دولار من عملة الهامستر. لو اريد زي ما قلت لك انت كده كده معاك عملات الهامستر على المحفظة خلاص. كامل بس على اليوم شوية لو هم مش وصلين للمية دولار. او هم على محفظة تانية حولهم على المحفظة بتاعة الاوكي اكس. والخطوة التالتة ان انت تبدأ تتداول. هقول لك دلوقتي تتداول ازاي? لو انت من الناس اللي هم بفئة التلتمية دولار هتلاقي الموضوع عندك اه تحت هنا هون. هتدوس بس على كلمة تريد ناو. ادخلك على صفحة الاسهم بتاعة الهامستر. انت لو عايز تشتري اشتري من هنا. هتبقى على الخانة بتاعة البي وهتدوس على كلمة باي هامستر. فهندوس هنا على باي هامستر. عايز اد ايه? يعني بكم دولار? لو انت مسلا قيمة العملات اللي معاك مسلا تمانين دولار. فهنشتري بعشرين. تمام? وبعد كده هدوس على باي هامستر. هيقول لك عايز تستقبلهم من محفظة تانية. فهدوس على ديبوزت كريبتو. او هيقول لك عايز تشتريهم من شخص على المنصة. فهدوس على بيتو بيتريدي. اولا ترانسفير كريبتو هم اصلا موجودين على المحفظة عندك. فعندك التلات خيارات براحتك. هنشتري بالسعر القليل ده. بقوما نلاقي السعر على يعني هو دلوقتي مسلا بزيرو بوينت زيرو ستة. لو لقناها مسلا بزيرو بوينت زيرو سبعة او زيرو بوينت زيرو زيرو تمانية بيع. كده انت عملت عملية تداول مية في المية وكسبت اصلا فلوس او فرق العملة وزايد ان انت كده هيجي لك برضو عملات من اللي انت شاركت فيها. طب بنبيع ازاي? بتدوس على كلمة اللي موجودة فوق. وتحدد عدد العملات اللي معاك. من خلال الشريط ده كده بتدوس عليه. تعمل ماكس للاخر خالص. وبعد كده تدوس على كلمة سيل هامستر. بس كده يا باشا انت شاركت في الحملة وضمنت ان انت كسبان من العملات اللي هيجي لك يدية. وكمان من فرق العملة. طب لو لقيت سعر العملة نزل خالص عما كنت شاري ما تبعش. خلي العملة معاك ما تبعهاش. حد ما سعرها يعلى وبعد كده انبيع. بازن الله تكون دي حاجة. تفرق معاك. تعوضك شوية عن عدد العملات مثلا لو كان قليل اللي جالك. وربنا يكتب ان شاء الله الخير للجميع. استنوا اي تحديثة ان شاء الله هبعتها على القناة التليجرام. واي جديد هبعته برضو. وربنا يوفق الجميع. ان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية. سلام.